هلو هلو and welcome الفيديو جديد الفيديو النهاردة speed build again but speed build قصير مرة الفيديو صير النهاردة because عملت starter home so starter home اللي بيبقى بنبدأ بيه اللعب لو هنبدأ عائلة جديدة household جديد بياخدوا بيبقى ليهم budget معين او ميزانية معينة او كمية فلوس محددة بيبقى لو سم واحد 20 ألف سموليانز وكل ما يزيد سم بيزيد 2 ألف سموليانز so مثلا لو 2 سم بيبقى 22 ألف وهكذا وهكذا على ما افتكر ممكن تكون الارقام اللي اخبطها شويتين but على ما افتكر ده النظام يعني في الجيم فالفكرة انه اول ما نبدأ بsave file جديد او عائلة جديدة لازم نعيش في بيت سعره ما يتعداش ال 20 ألف and بما فيها سعر الأرض يعني سعر البيت زائد سعر الأرض طبعا فيه أراضي أغلى شوية من الأراضي التانية على حسب برضو وسع الأرض وحجمها وأبعدها وكده في الآخر يعني المفروض مجموع الفلوس كلها متتعداش ال 20 and yeah دي محاولتي الأولى اني أمني بيت on budget أو بمنزانية محددة فيا كان موضوع بصراحة متوقعتش أبدا يكون صعب بأي شكل من الأشكال لكن كان صراحة صراحة كان صعب كتير كنت ببني on stream برضو فيا هحطوكو رابط stream اللي بنيته فيه عشان تشوفو العك اللي حصل لأنه فعليا حصل عك كتير وغيرنا حاجات كتير وبدلنا حاجات كتير يا عملت أغلاط كتير صراحة أول مرة فعليا أبني بbudget وأهتم بالفلوس أوكي الـ item ده سعر وكذا والـ item ده سعر وكذا بالعادة جست بحط الحاجة اللي عقبني شكلها اللي عقبني الفايب بتاعها وألوانها ومشي مع الدنيا وبتاع أول مرة بقى أهتم بالفلوس وبتاعها فعملت أغلاط كتير أول غلطة عملتها أني عملت البيت دورين what the heck القدران والسلالم الحاجات دي كلها بتاخد فلوس أكتر وأكتر so yeah الغلطة الأولى عملت البيت دورين الغلطة التانية عملت زي front push واستخدمت أعمدة كتير وطلعت اسمه أي foundation فاضطريت استخدم السلالم جس عملت أغلاط كتير 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 اللي بيبني starter homes بالعادة عارف يعني أكيد اللي شافني بالبداية ببني بالشكل العبيد دا قال nope دامش هيطلع starter خالص في الآخر يعني ضليت تحت البجت وتحت الميزانية بس شكل البيت atrocious من مرة سيئة من أسوأ البيت اللي عملتها في حياتي مرة مرة سخيف مرة كرها بات قررت أني برضو أنا زروا speed build وأوريكم لأنه حلو تشوفوا البروسيس و oh my god إيه الكلمة اللي ستقال أنه تطور خبرتي في البناء من نواحي المتعددة so دلوقتي شفتوا you know وأنا بابني starter بطريقة غبية في المستقبل إن شاء الله هابني starter بطريقة عبقرية وذكية ورائعة ورهيبة وفاتور أوكي so مدام دي بدأت بالمستوى دوت ودلوقتي صار مستوى هكذا so أنا for sure أقدر أوصل للمستوى دا برضو yeah so you're welcome you're welcome على الفيديو but yeah هوفري هوفري يكون الفيديو ممتع ولو إنه البيت مش رطيف أبدا و yeah so غلطة برضو عملتها إنه عملت البيت كبير يعني مش بس دورين لا كمان يعني الدور التحت كبير الغرف طلت مساحتها كبيرة قوي الكتشن كبير living room كل حاجة كبيرة مسحة ضيعة كتيرة لا وكمان حضرته رحت في الحمام وبنيت قدران زيادة عملت زيها وربع كده فارغ جزء كل قدر بيستهرق فلوس ليه 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 أحضر قدر من غير فايدة واي فيا 2-2-2-2 ميني أغلاط أغلاط مرة مرة كتيرة حصلت و yeah so بعد ما خلصت actually رحت كده مع نفسي just for funsies رحت بنيت starter تاني وبصراحة oh my god هو الريكو قولة بعد ما يخلص ال speed build أو الفوتج المتسرع هو الريكو actually in game البيت البشع دوت اللي بنبني دلوقتي والريكو البيت التاني اللي بنيته من غير ما سقل وبصراحة فر رهيب 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 ياريتني كنت سقلته وأنا ببني بس بصراحة كنت جزء تحط باركاست عالقنب وأعدى ببني just for funsies وبصراحة عقبتني النتيجة مرة مرة فقلت نوات هنشوره actually مقود على الجالري حاليا اللي اتنين مقودين على الجالري بتأمشور إنه الحالي ده ما حدش هينزره أبدا لأنه ما يستحقش حد يبص عريه أساسا إنما التاني كتير كيوت وبصراحة يعني لو أنا شخصيا هبدأ save file جديد وألعب بعيدة جديدة فر شور فر شور هبدأ به لكن البيت الحالي أنا أعدى بالتريق عليه كتير لأنه عن جد it's so funny إنه I don't know كان في بالي إنه هي بالموضوع السهل أو أبني budget easy هختار جسد الحقات الرخيصة وحطها عادي يعني هي بالموضوع السهل بتنو طرعي الموضوع أصعب كتير من توقعاتي لكن 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 رغم تريقتي على البيت تريقتي كتيرة على البيت لكن بصراحة I think إنه هو حلو من ناحية إنه هو سهل نكبره سهل نتوسع فيه سهل نأثثه ونجمله ونزبطه كل ما نزيد فروسنا so لو ممكن مثلا أبدأ بsafe فال جديد بعيدة جديدة وبعدين مع الوقت أبدأ أزيد أثاث و أزبطه كده من ناحية إنه أساس البيت نفسه عظم البيت نفسه شكله مش سيء أبدا بأي شكل من الأشكال وعدد الغرف فيه برضو كثير حلو but في الوضع الحالي يعني الأثاث بيخذي 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 فعليا والدور الفوق كله فاضي ما حطتش فيه قطعة أثاث واحدة but زي ما قلتلكم عظم البيت نفسه كويس فسهل مثلا لما تجيب الطفل الأول يعني قلت لي غرفته موجودة جهزة فوق وتبدأوا تأسسوها عندك غرف غرف فضية مثلا تحطوا فيها skill items فيا يعني الإيجابية في الموضوع إنه سهل تتوسعوا فيه ممكن تبدأوا فيه اللعب ويستمر معاك فترة قدام لما تجيب الطفل الأول والثاني والثالث وهكذا وما تضطروش تنقروا لبيت أكبر إلا بعد ذهب فترة لأنه البيت كبير وفيه عدد غرف وبتاع المشكلة كلها إنه فاضي والأثاث اللي فيه معفن كله أخدته من ومرة مرة مرة سيئ سهل يتعمل وتعديل ويبقى وخلينا نمط in game دلوقتي البيت بنته هنا في ويلو كريك وزي أنتوا شايفين يعني حتى شكله من الخريطة مش سيئ أبدا بس لما تدخلوه وتشوفوا العك اللي فيه هيطلع سيئ جدا أولا الدور الفوق فاضي تماما 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 كان مفروض على أساس هأثث واحدة غرفة للطفل والغرفة التانية تبقى مكتب مثلا أو للطفل التاني لما يجيبوا الطفل التاني شكل البيت مبارة مدفعناش عليهم فلوس خالص حتى النباتات اللي هنا كنت الأول حطيت نباتات عادية من الكاتراغ وبعدين قلت وضحك ما يلوين إيش العباطة لأضيع فلوس على حاجة زي كده وشلتها وبدلتها بدول من دباق أو من live edit أول ما ندخل هنلاقي زي مساحة المدخل مفتوحة على مفتوحة على الكتشن كل حاج ومفتوحة على بعضها is very nice so ده المدخل very sad basically ما فيه شي أثاث يعني وحتى الأثاث الموجود كنت لها حاجات أغلبها حاجات من دباق زي مثلا ده تيفي oh my god سعر ب25 فقط طربزة الطعام غرفة النوم كنت حط السرير اللي بنلاقيه في السلات الزبالة الكبيرة اللي قيها مع ايكو لايف ستايل وبعدين شات صراحة زعقولي قالوا nope لازم تغير السرير وبالتالي حطيت السرير ده الكيتشين كيوت صراحة وعندهم اثنين كاونترز ممكن يطبخوا عليهم فضين يعني معلهم شكلترز ولا كذا أعتقد أني عملت غلطة وكان المفروض أحط الكاونترز النحية دي كان هي بأحسن البيت مرفوع على الجالري بالوضع الحالي في مساحة هنا فضية كبيرة ممكن يتحط فيها مكتب مثلا عملت الأبعاد بالمرة مش ضبطة ما تنفعش الستارتر الحمام شكل كيوت صراحة طريبا الحمام هو أحسن حاجة في البيت كله فيه روب فيه فوضة ونبتة هو أكثر غرفة فيها اي تينك ده البيت كانت تقربة صراحة النوع ما فشلة من ناحية ونتيقة التعلم هو this cute 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 house oh my god I freaking love it so ده المحاولة التانية اللي عملتها تلافيت فيها كل الأخطاء اللي عملتها في البيت الفاشل الأول سو عملت البيت دور واحد الفاونديشن نقطة واحدة بس ومش محتاجين سلالم حتى والبيت مرة صغير لو بصيتوا علي جس النظرة فوقية كده من فوق هتلاقوا شكله مليان ومليان أثاث وبتاع لكن لم نتعدى البودجت أو الميزانية ببني هنا في أويس سبرينز والأرض تقريبا دي برضو أرخص من الأرض التانية يعني حتى الأرض وفرنا فيها فلوس مكانه right here في هذه المنطقة ملحية في أويس سبرينز وحتى شكله من الماب من الخريطة برضو شكله very cute so يا ده برضو من live edit طبعا فيهم mailbox عند المدخل في عندنا planter so في برضو activities مش بيت كده وخلاص فنوس لطيف قنب الباب والbackyard حطت فيها chest table فنوس ثاني واثنين برضو للزراعة والتراش كان هنا ورا وبصراحة ما حطتش حاجة تانية لأن الفلوس خلصت بات في فرصة انه ينعو لما تقمعوا شوية فلوس يجيبوا شواية ويحطوا زي طأم كرأسي وطربيزة ومش عارف ايه ويبدأوا يعبوا يحطوا ألعاب أطفال مثلا على حسب العيلة اللي هات عيش انا وكده so أول من ندخل متعبي حقات ما هوش فاضي بصراحة استخدمت الباكس كلها يعني هو الميزانية محدودة بس الباكس المستخدمة مش محدودة حتى عندهم ثرمستات الكيتشن is very cute وبرضو عندهم two counters فاضيين ممكن يتبخوا عليهم الرفوف وعليها decorations تربست الطعام وبرضو decorations على القدران وكده بعدين ندخل من arch right here على غرفة المعيشة فيه هنا الركن صغير فيه مكتب وكمبيوتر كمان سو البيت فيه كمبيوتر مع انه البجت بتاعه مرة خفيف كنبة كرسي كافي تيبل تيفي تيفي محترم مش التايني اللي كنت حطيته هناك فيه نباتات مكتبة وإيزل هولوي رفيعة حزينة ما فيهاش حاجات right here is the bathroom الباثروم برضو صراحة كيوت يه فيه نباتات فيه حاجات ما فيه الشفوطة انتبهت الوقت اني ما فيه الشفوطة ووبسي ووبسي ودي غرفة النوم الرئيسية very nice لو تلاحظوا أغلب الحاجات يعني أغلب الأثاث اللي استخدمتوا في البيت فيه الثاني استخدمتوا هنا طبعا غيرت حاجات وبتاع بس يعني السرير السجادة البيتسايد تايبلز حتى التسريح دي وحدة الأدراك دي نفس اللي استخدمتها برضو لأن دول أرخص الحاجات يعني ديكوريشنز هنا في الغرفة دي ساد شويتين ما فيش ديكوريشنز تو ماتش ما فيش ستاير برضو في البيت كله but that's okay يعني الستارة مش محتقينها تو توماتش ريت هير غرفة الطفل شو ميني حاجات على القدران والونات ورسومات وحاجات وعنده دب دوب كمان وعنده لعبتين هنا على الكومودينو activities مختلفة السرير ده ممكن يستبدل بباسنت أول ما الطفلين ولد ممكن يتحط فيه سرير infant سرير toddler غرفة أطفال بشكل عام يعني بس حبيت أبدأها بسرير اللي هو أكبر سرير يعني محتمل على أساس أنه أوليكوا أنها تكفي كل الأعمار الممكنة ولما يبقاتين ممكن برضو نشيل حاجات الأطفال ونحط له زي مثلا مكتب صغير يعمل عليه homework أو أي حاجة زي كده سو البيت يكفي بالكثير أربعة sims ممكن اتنين هنا الأب والأم وممكن نحط bunk bed هنا ويكفي طفلين سو يا هيرعب معاكم لحد أول طفلين على الأقل بري بري نايس بصراحة كتير فخورة أنا عملت حاجة بالشكل ده بعد التقربة الفشرة الأولى الصوت أنه نبني on budget مش بالسهولة اللي كنت بتخيلها اللي اتنين موجودين على الجالري اسمي على الجالري دي online SM مكتوب برضو في وصف الفيديو بطيعة هتلاقوا الاتنين starter هم الحزين المسكين اللي محدش بيعبروا واحد اتنين downloads فقط واربعة هارتز وبعدين التاني سميتوا Oasis Springs Starter فيهم 100 downloads وخمستاشر هارتز but yeah hopefully تكونوا استمتعتوا بالفيديو نسوش تعملوا like share subscribe and all that واشوف كل مرة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة